ماكف غالي يعني منوصل للختام والحصة للبنان جنة العالم وقاهر العالم طيب كنا عم نحكي حكومة ورئيسا وشعبا كنا عم نحكي قبل الفاصل عن قلق ينتاب كل اللبنانيين علما أنه في من يطمن ومعه ورقة منصدقة أنه في تطمينات بس في واقع بده وقت لا يرجع تصطلح الأمور ويمشي بمساره الصحيح ملنا عصى صحري وهيدا قلناه من قبل يعني الانتخاب اليوم نحن قممنا استحقاقات كتير في مطالبات بالشارع في حركة اعتراضية عم بتكون في تجاذب سياسة بين المواقع الرئاسة الأولى والثانية بس فينا نفوت بمصطلح صغير في رئاسة وحدة رئاسة الجمهورية مدينة تفوت أكتر بالأسماء يعني بلك بين فخامة الرئيس ميشيل عون ودولة الرئيس نبيه بره نعم بدك أحكيك على الموضوع تعود الأمور إلى تدوير الزوايا وتعطى حقوق الجيش ياخد حقوقه كاملة على صعيد انتخابات المش بالموعد اللي هنم قريرينه يا قبل يا بعده ولكن موعد اللي هنم قريرينه من الصعوبة نهاية أدار 2018 هي اللاعب الأكبر بتأجيل الانتخابات نعم يعني خضة أمنية كبرى لكن احنا قلنا تبدأ الأمور بلش الأمور تسوق بنهاية أدار قلتلي بس إنه نهاية صعبة لأدار ولكن تستمر عندك نسان أيار حزيران تموز مرحلة صعبة بدنا نعيشها بدغوطات كبيرة ممكن يكون وفاة أحد الشخصيات الكبرى ممكن يكون خطف أحد الأشخاص في عدة أمور ممكن نمرق فيها تؤجل الأمور وتشكل خطر على العام الدراسي لمرحلة هذا الشيء يجعل العام الدراسي طول يكون أطول من وقته المحدد يعني جوابتني على السؤال للكل ناطر أني أسألك عنه نعم الدراسي ما بينتهي بتاريخه الكل بياخد حقوقه بالنسبة للمطالب ماي ولا رح نظل نشوف حركات مظاهرات اعتصامات لكن لبناني إذا ما تزهر ومناء ما بقدر يعيش ده هو الناء محق أوقات بمطرح من المطارح ناس أخدوا زود ناس بعد ما لحظتهم السلسلة أنا معك إذا أنت عندك مشكلة لي بدك تشكل لي مشكلة لقلي روح عند صاحب العلاقة وتزهر قدام بيته لي بدك تسكر بلد مثل ما هو تروح مليارات الدولارات بنهار واحد كرمال أنت توقف وتصرخ وتحرق دولاب ويخشي تروح عبيتك تقعد حط لي عنوان لبنان 2018 بشكل عام بلخص كل الملفات الداخلية اللي بدنا نحكي فيها فينا نقول لبنان يدخل بعصر الجليدي تجاه المناكفات السياسية والإرهابية كل شيء يجمد بعد هاللقاء أعطيني شيء إيجابي أقول لك الأمور هذه كلها تتجمد الخلافات والإرهابية تجمد يقف بأرضه طبيعي والجملة الشهيرة تبعك عن لبنان جنة العالم العربي والعالم أجمع ولبنان بمجلس الأمن صاحب قرار وبعدك عند مقولة العربين بدون يجري يتوظفوا عنه طبيعهم بلشوا ثلاثة ربيعهم بلشوا ثلاثة ربيعهم بلشوا ووصلوا وحيعملوا استثمارات وخيفانين من أمورهم ببلادهم عم بيجوا لعنا هل إذا بدك التوافق رح ينسحب كمان على ملف النفط طبيعي في مونيكا فات ولكن بيبصر النور نحنا حكينا أنه 2018 لبنان بلد نفطي نعم هنا لـ 2019 ليتبدأ عملية الاستخراج يستخرجوا ولكن طلع القرار أنه 2018 لبنان بلد نفطي نحنا فتنا بعالم النفط خلاص ما في شي برجعنا لبرا المفروض بالـ 2020 لبنان كله عنده حكمة عنده طبابة خارجية عنده علم كله مجانا نعم مايك فغالي نحنا وصلنا لنهاية اللقاء نعم ما تتوقع لحالك بالـ 2018 مثل ما قالك المخرج أو مثل ما قالك المخرج لا 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 ما بدك المخرج هلأ بقلك بالدور يعني كل حدا منهم شو قال لي ما تتوقع لحالك ما شي مهم ولكن ارتياح على صعيد مادة واجتماعي غريب يمكن اطرح عليك هيدا السؤال حول أنك تتوقع على حالك بس يمكن الأغرب إذا بطرح عليك سؤال تتوقع لمتوقعين انت وياهن يعني هك على خط تنافسي قادر تتوقع لزميلتك بالتوقعات ليلى عبداللطيف ولا زميلك مشال حيك، الي ديما تعطيون كريدي أوقات حتى على حسابك ما ما بعطيون كريدي أنا كل إنسان أعطي حقه مش عم بعطيون كريدي لا وما أعطيون كريدي أصول أنا حعطي حالي بنفس المرتبة التي هي بس ديما بتقول انه هني نجحين أكيد نجحين وأوقات بيكون باقتلعه أكيد نجحين وما في أي إنسان بيقدر يقول منه النشحين نشحين ومكترين ما بتتوقع لهم؟ بالإسمين؟ يعني ميشيل حايق ست ليلة ليلة عبداللطيف ست ليلة كتار قالوا راح تعتزلوا ليك لا بعد بكير للاعتزال عم بيكون عندها أطلالات إزاعية من الأطلال وقت بكير للاعتزال شوفها عم تمضي كتابي يمكن مذكراتها أو صرت حياة أو شيء بده تعمله وفي عندها رموز البعض بده يحللنا إياها رموز؟ نعم فك الشفرة يعني؟ ليس فك الشفرة هناك رموز يريد أن تضعها يريد أن يتعبوا الأشخاص تفكوا رموزها نعم ميشيل حايق شي كثير كبير ميشيل حايق أستاذ ميشيل أنه الذي وصل له هو كلنا نتمنى أن نصل له وتقول له مقاطق كريدي لا لا من الشهرة العالمية من الأمور اللي عم بيمرق فيها من المساحة المعطاة تطلق له شيء كثير رائع يتمنى له النجاح أكثر فأكثر ولكن إشعات كبرى بده تطاله وطال حياته الشخصية وكرامته ولكن كلنا سنكون دفاعا عنه ماك فغالي حكيت عن الوسط الأعلامي وشملت لبنان فيه ممكن يكون في عنا أسماء أعلاميين تتعرض ل ما بدي أقول شو هي الحالات ممكن اغتيال ممكن انتحار ممكن اغتيال ممكن انتحار حكيت أيضا عن الوسط الفني حتى ما نكون غيبنا كل هذه الفئات عفوا قصة اللي مرأت فيها الراحلة ذكرى من الممكن نشهدها ولكن بأشخاص ما بحكي عن لبنان بحكي عن العالم العربي ما أنا بعضنا بلبنان فضل ما نسمى لبنان بس لحاله ممكن نشهدها بالعالم العربي هيدا طلع توقع هلا أستجد معك نعم ممكن نشهدها بالعالم العربي نفس السيناريو بغير أشخاص عظيم فأذن كنا عم نقول الأعلام حكينا عنه بلبنان الوضع الفني أيضا بيبقى ما بعرف إذا ما في خوف على المصارف في دمج لبعض المصارف في لبنان ما في خوف على الليرة اللبنانية نهائيا لكل يلي عم برهنوا بسقوط الليرة وصعود العملات الأجنبية هم خسرون الليلة نحن وياك عبر شاشة الو تي في نعم 2018 2019 ستسجل إطلالي لمايك في غالي على شاشة الو تي في نعم نعم عفوا ما سمعت لا ما سمعت ما بعرف ممكن ممكن شو بتتوقع على شاشة الو تي في بالالفين وتبنتعاش نجاح وإعادة هيكلية ودراسة مواضيع داخلية كتير مهمة على صعيد الإنتاج اللبناني نعم وبيرجعوا بقلعوا أقوى من قبل وبالإنتاج اللبناني مايك بدنا نقول لك تحيات فريق عمل البرنامج المخرج باتريك النعيمي زميل سارج أسمر وكل يعني القيمين على الجراند هيلز مطرح ما نحن موجودين واستضافونا لنقدم هالحلقة اللي بنتروها المشاهدين من سنة لسنة إن شاء الله يا رب يكون هيك وقع التوقعات كان خفيف وسلس على نفوس وسمع المشاهدين حتى يقدروا ينعموا بمطلع سنة جديدة كلمة أخيرة لألاك أريد أن أشكر المخرج باتريك أريد أن أشكر سارج أريد أن أشكر الشباب الإضاءة الصوت الكاميريات إدارة المسرف كل فريق التقني والنقل الخارجي والشكر الكبير لحضرتك دائما تساعد بإنجاح الحلقة أريد أن أشكركم كلكم عن المساحة التي تعتني إياها أطلع معكم فيها وأنتم كنتوا سبب وصول مايك في غالي حضرتكم والأو تيفي وأنتم أنك هيا بأسلوبك وبحضورك وبتوقعاتك ماك في غالي كل سنة وأنت بألف خير أقبال المزيد والمزيد من النجاح علينا وعليكم وعلى لبنان يا رب شكرا لحضورك مشاهدينا إن شاء الله يا رب كل أيام بكون أعياد ومن سنة لسنة الموعد بيتجدد ومن يوم ليوم بكل طلالة إن شاء الله بتحمل مع الخير والأخبار الإيجابية على جميع المستويات تضلوا بألف خير إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة